مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم وخلينا متفقين أن الأهلي بيشرف الكرة المصرية بمشاركته في المونديال أيا كانت النتيجة ولكن كمان زي ما قلت لحضراتكم بأكد أنه في حالة من التفاؤل كبيرة جدا في معسكر النادي الأهلي يمكن زي ما كابتن كهرباء بيقول الشغل الشاغل للفريق حاليا هو فعلا تخطي عقبة الدحيل في مباراة صعبة ولكن احنا وثقين في فريقنا وطبعا كلامهم كله على أنه لازم يتخطوا عقبة الدحيل لمواجهة بطل أوروبا وهو بارن ميونيخ طبعا أكيد بنتمنى نشوف مباراة كبيرة بين الأهلي وبارن ميونيخ ولكن دايما بنأكد بناخد الموضوع خطوة بخطوة وكل اللعيبة فعلا بتتعاهد أن هي تساعد جماهير النادي الأهلي وده هدفهم الحياة الأول والأخير في كاس العالم الأندية إسعاد جماهير النادي الأهلي أحمد تليفونات النهاردة كلها إيه صارة؟ كلها إيه؟ كلها هتتفرج على المطس فين؟ هتتفرج على المطس مع مين؟ طبعا أنا بتهالي يعني لما بكرة هتبقى مع الأهل مع الأصحاب مع العيلة كله إن شاء الله يستمتع بمباراة الأهلي الأولى في المونديال وبالمناسبة ومناسبة دي آخر حلقة قبل المباراة عايزين من حضراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة توجهوا رسالة لنجوم وفريق النادي الأهلي على صفحاتنا إن شاء الله